طبعا استكمالا لأول حلقة هاي الحلقة التانية من المبادرة اللي احنا عاملينها اللي هي سؤال وزاري على كل درس سؤال اجاب الـ 2018 وزيه اجاب الـ 2016 تقريبا نفس الفكرة على الدرس التالث اللي هو نهاية خارج قسمة اقترانين سؤال اجاب الـ 2018 وقصته استاذ مش صعب بس فيه تريك خفيف بدي احكي عنه وحنا منحل طيب طبعا اول خطوة بعد الطاوية طلع عندي صفر على صفر فانا دايما بحكي للطالب صفر على صفر طابق اول طابق تاني تالت طابق تلت طوابق صفر على صفر اذا حالة توحيد المقامات اول خطوة بلملم المقامات كل مقامات اللي بالسؤال بلملمهم مين المقام مستاذ اللي فوق بسط اللي تحت مقام واللي تحته برضه مقام فمين المقامات هاي اول مقام هاي التاني هاي التالت باجي بصفتهم تحت سين ناقص 6 تاني مقام سين زائد 18 وثالث مقام اللي هو سين تمام الخطوة اللي بعدها بتضرب ضرب تبادلي وبدك تهدي هنا شوي بحكي 3 ضرب رح تضرب انت الثلاثة بشغلة ولا شغلتين لا رح ضرب الثلاثة بحدين بشغلتين دايما إذا ضربت رقم بحدين بتحط الحدين جوه أقواس سين زائد 18 طيب زائد 9 ضرب التسعة رح تضربها بكم شغلة برضو بشغلتين بحطها جوه أقواس سين ناقص 6 طيب بعدين أستاذ بدي أرتب كيف يعمدي أرتب بدي أضرب أفك أقواس أرتب تعال ورجك كيف رح تنضرب الثلاثة مرتين مرة بالسين ومرة بالطمنتاش يلا نضرب ثلاثة ضرب سين ثلاثة سين زائد ثلاثة ضرب 18 طيب شو رك ناخده على جنب أستاذ طيب هاي 18 ضرب 3 ثلاثة ضرب 8 24 أربعة وعشرين أربعة وباليد اثنين ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زيد لي اثنين خمسة إذن جوابها أربعة وخمسين تمام نفس الإشي التسعة رح تنضرب مرتين مرة بالسين ومرة بالسالب ستة واحدة واحدة اضربها موجب تسعة اضربها بسين موجب تسعة سين طيب أستاذ موجب تسعة بسالب ستة ممكن تأخذ معاك شوية وقت بتهدي انت بتقول خلنا أضرب الإشارات موجب ضرب سالب سالب تسعة ضرب ستة أربعة وخمسين على كل شي بنزل زي ما هو نزلتوا عندهم تتدخنش بيهم في عندك حفلة فوق كيف يعني حفلة عندك أزمة فوق مئة ألف قصة آه برتب اللي محهم سيناء وبرتب اللي ما محهم سيناء كيف يعني في حدا معه سين غير التلاتة آه التسعة فبحكي هدول بلمشاملهم مع بعض تلاتة سين وتسعة سين يعني زائد ولا ناقص هاي هالإشارة زائد تلاتة سين زيد عليهم تسعة سين تعطيني 12 سين طيب يهي أستاذ هدول بروحوا وياي موجب أربعة وخمسين وسالب أربعة وخمسين سطر بروحوا على كل شي بنزل زي ما هو هون اللي ترك اللي بدي أحكي عنه شو هو أول سؤال بتسأله للطالب فيه اختصار بين اللي فوق وآخر قوس بقولك لا بتقوله طب تعالوا أقنعك هس احنا بنعرف الاختصار بين 12 سين والسين لازم يكون الـ 12 سين والسين شو العملية الحسابية اللي بينهم ضرب قسمة جمع طرح بينهم قسمة أستاذ طب تعال 12 سين تقسيم سين مش بقدر أحكي سين مع سين بتروح صح اه اوكي دقيقة دقيقة هس الـ 12 والسين شو في بينهم ضرب بالضرب عادي بقدر تصير سين مع سين وعادي يضلوا الأرقام طب أستاذ متى ما بقدر لو كانت 12 زائد سين على سين اه ما بقدر أحكي سين مع سين بتروح ليه؟ لأن العملية جمع أو طرح إذا كانت جمع أو طرح ما بقدر أختصر متى بختصر؟ بس إذا كان الرقم وسين بينهم ضرب بقدر أحكي سين مع سين بتروح بتضل 12 طب أستاذ أفرض كان فيه هون رقم عادي بقسم الأرقام يعي أفرض كانت ستة سين بحكي 12 6 2 طب شو اللي بده توصل لي ياه؟ بده وصل لك ياه إنه سين مع سين عادي بتروح أوكي شو بضل عندي؟ بضل عندي شو فيه فوق؟ 12 على بدي أعوض مكان كل سين إيش ده عوض صفر؟ عوض مكان سين صفر بتروح شو بضل عندي؟ سالب 6 ضرب؟ ليش إنه فيه بين القسين ضرب مكان سين شو بدي أعوض؟ صفر بتروح شو ضل عندي؟ 18 طيب ماذا أفعل يا أستاذ؟ شوف فيه طالب أول شي اتفقنا إحنا دايما أنا وطلابي متفقين إنه السالب عمرك ما تحطه تحت دايما السالب وين بيطلع؟ فوق يعني بتصير سالب 12 على 6 ضرب 18 هاي قصدك؟ آه دايما السالب ما بسي تحطه تحت ارفعه فوق فيه طالب ذكي وفيه طالب نص نص الذكي شو بعمل؟ هسا بحكي لك طب والنص نص بضرب 6 بـ 18 بطلع معه جواب أوك بس دايما نحاول تبصت كيف يعني؟ هسا الجواب رح يطلع سالب أكيد 12 تقسيم 6 بتنقسم ولا ما بتنقسم؟ طبعا 12 على 6 بتعطيني 2 بصف جوابي 2 على 18 فيه طالب لسا أذكى بيجي بحكي له طب من الـ 2 على 18 بتتقسم بتتبصت كيف يعني؟ يعني السالب ما دخلك فيه أعطيني عددين برياضيات إذا ضربتهم ببعض يعطوك 2 عددين برياضيات إذا ضربتهم ببعض يعطوني 2 واحد ضرب 2 أعطيني عددين برياضيات تضربهم يعطوك 18 9 بـ 2 مين الرقم المشترك؟ يعني مين الرقم اللي موجود فوق وموجود تحت؟ الـ 2 شطبهم صف عندي فوق واحد وتحت 9 يعني الجواب سالب 1 على 9 آه أوكي فهذا الحكيمات اللي لازم أعمله بتضع دائرة إجباري تبصت الكسور بالحل مرات بيصلحوا عليهم مرات لا فإنت دائما الأفضل إذا بتبصت الكسر لازم أتبصته فكانت فكرة التريك إنو الطالب دائما بتطلع فوق وتحت إذا ما شافهم إخوان مع بعض توم ما بيشطبهم لا إنت إذا كان الرقم وسين بينهم ضرب بهمني أشط بالسينات أنا هادي ضل أرقام فوق مش مشكلة تمام أستاذ طيب حبيت كمان أحط سؤال مش صعب سهل كتير بس دا أقولك كيف الطالب بيفكر السؤال بيجي آه ها تبع فك القوس التربية بيبلش يحلل يفيك قوس لقوسين جذر 16 أربعة ناقص أربعة زائد بيختصر بعوض وطعمه ويحله غلط ليه؟ هادي السؤال يجبن 2017 بالله عليكم جماعة اللي أخذوا خلصوا نهاية خارج قسمة اخترانين دائما النهايات بالله عليك الأصل فيها طاويت يعني لازم دائما أول خطوة تعملها تعوض مكان كل سين قدير 2 16 ناقص قوس 3 ضرب 2 ناقص 5 لكل تربيع على مكان سين 2 لكل تربيع ناقص 9 لو لوية للأقواس 16 بتنزل ناقص 3 ضرب 2 3 ضرب 2 6 و 6 ناقص 5 6 نقص منها 5 بضل 1 الكل تربيع على ربع الـ 2 يعني 2 بـ 2 4 ناقص 9 لو لوية للأقواس 16 ناقص ربع الـ 1 يعني 1 تربيع 1 على 4 ناقص 9 4 ناقص 9 تعطيني سالب 5 طيب 16 ناقص 1 15 على سالب 5 بيجي طالب شاطر بيقول لك استاذ السالب لو سبعت لا تحطه تحت دايما السالب فوق حاضر تومر هاي السالب فوق تنزل تنزل السالب ما دخلك فيها 15 تقسيم 5 15 دينار على 5 كل واحد بطلاله 3 إذا جواب النهائي سالب 3 سؤال حل يجى بالـ 2017 ما أسف بالـ 2017 سؤال يجى بالـ 2017 كان عليه أتوقع يا أربع يا خمس على ما فالطالب ضيعه ليش لأنه حلل دايما انت بتعوض إذا طلع معك الجواب 5 شكرا جواب 5 طب استاذ افرط طلع معي 0 على 5 صفر طب افرط طلع معي 7 على صفر رقم على صفر غير موجودة إذا طلع معك صفر على صفر بتبلش هم تتشاطر بس الأصل دايما أعوض أتأكد هي صفر على صفر ولا لا إن شاء الله أسبوع الجاي رح تكون حلقة رسم رح أطيكوا رسمتين سؤالين رسم فكرتهم مش صعبة بس زي ما حكيت أنا بحاول بالبرنامج هادي أنا أجيلك أسئلة يعني أنا بحطها عليه مكان الطالب ممكن آه أنا كطالب أخطأ في هاي في هاي الخطوة فبحاول أركز دايما على الشغلات اللي ممكن تدلط فيها وفيك والتميز للجميع وإن شاء الله تكون استفادة من حلقة اليوم الله يعطيكوا ألف عافية